موسيقى كان لقاء ممتاز جمعنا معاني الوزير والإخوة اللي بيشكلوا فريق عمل في وزارة الخارجية لمتابعة الموضوع استعرضنا في كافة الأمور ذات الصلة بعقد القمة سواء عدد من الترتيبات اللوجستية أو أيضا البرنامج الزمني للعمل في القمة والأمور التي يمكن أن تشكل مصدر اهتمام للدول الأعضاء موسيقى الآن وقد أصبحنا قاب قوسين من قمتنا الحدية والثلاثين في الجزائر نعتقد أن الاجتماع سوف يكون له أهمية كبيرة وجود القادة في نفس المكان وجلستهم الحوارية ولقاءاتهم الثنائية كلنا أمل في أن هذه اللقاءات وهذه القمة تحقق ولو جزء من أمال وطموحات الشعوب العربية في مسائل الاستقرار والسلام والأمن والرخاء للشعوب العربية موسيقى الجزائر الدولة تعاملت مع المسألة الترتيب القمة وتنظمها بجدية وباحترافية وأخذت الأمر على عطقها لجنة وطنية عليا نوجه لها الشكر بالمناسبة على عملها واستطعنا أن نقف على كافة تفاصيل الاستعدادات الجزائرية للإعداد للقمة ويعني أبدينا ارتياحا كبيرا لكل هذه الاستعدادات لأنه كان واضح أن الجزائر أخذت قرار بوضع إمكانيات كبيرة تحت تصرف القمة العربية ويعني زيارات القادة العرب فإن شاء الله يكون يعني عرس عربي بجوار العيد الجزائري عيد الثورة إن شاء الله يكون مناسبة يعني جيدة يحتفل بها الجزائريون والعرب أيضا المرة الأولى التي سوف تعقد فيها قمة لاورقية في تاريخ القمم العربي لإحنا دخلنا عصر الرقمي والعصر التكنولوجي واتطبقنا هذا النظام في الجامعة العربية منذ ثلاث دورات وزارية يعني منذ عام وبالتالي القمة القادمة في الجزائر سوف تكون أول قمة عربية لاورقية يعني لا القادة ولا الوزراء ولا السفراء عندما يبحثوا الموضوعات على جدول الأعمال سوف تكون موجودة على ورق كل شيء موجود على حواسب موجودة أمامهم شاشات تفاعلية يستطيعوا أن بضغطة زر يعني يتوصلوا إلى كل الوثائق والمستندات التي يحتاجون إليها الجزائر دولة جادة ولها يعني باع في لملمة الشأن العربي في أكثر من مناسبة وبمناسبة هذه القمة أعتقد أنه الدولة الجزائرية والقيادة الجزائرية لها اهتمام كبير بموضوع لم الشمل وهو أمر يعني نستشعر الارتياح الكبير تجاهه لأنه هذا الجهد هو المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر فعالية ونجاعة فالحقيقة الجهد اللي بيبذلوا الإخوة في الجزائر جهد طيب ويعني نسانده بأي شكل كلما أمكن ذلك كون الجزائر أخذت على عتقها بمناسبة استضافة القمة العربية أن يعني تستضيف جوالات للحوار الفلسطيني وربما يفضي ذلك إلى مصالحة فلسطينية فهذا أمر يعني نشكر الجزائر عليه نأمل أنه الجزائر جهدها تقود إلى يعني ثغرة في هذا الجدار الذي يواجهنا منذ سنوات وهو جدار الانقسام الفلسطيني الموضوع اللي بي طبعا يتسم بوجود عدة عرقيل وتحديات كبيرة أحد أهم التحديات والعرقيل هو موضوع التواجد العسكري الأجنبي والذي تدعو الجامعة العربية دائما إلى وضع حد له ووضع نهاية سريعة له وسحب كل التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية أيضا هناك يعني تحديات أخرى من قبيل ازدواجية الحكومات مثلا وهي ظاهرة موجودة في ليبيا منذ عدة سنوات يعني للأسف في انقسام في انقسام في المؤسسات الدولة في انقسام في المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة يعني الأمور تحتاج إلى الكثير لكي تستعيد ليبيا هذا القدر المناسب والمطلوب من وحدة أوضعها ومن وحدة أراضيها وسيادتها الكاملة بدلا من الوضع الحالي اللي هو بيبتعد عن الوضع الأمثل بكثير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة